لما روح لإنجيل متى الصح 2 يقول الكتاب في أول الأرصاح ولد يسوع في بيت لحم اليهودية يا سلام نفس المكان قد النبوة قبلها بألاف السنين تتم في بيت لحم اليهودية أدي مكان ولدته طيب طريقة ولدته يتولد زي المسيح إيش عرفنا لا عارفين جبتوها منين بتألفوا لا الكتاب في سفر أشعياء الصح 7 عدد 14 حدد النبوات كيفية ولادة الرب يسوع ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل عزراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عما نؤيل يا سلام لما روح لإنجيل لؤى ألاقي يقول الكتاب أرسل جبرائيل الملاك أرسل الملاك جبرائيل من الله إلى عزراء مخطوبة في الناصرة ياه ما تروح لأي واحد لا لا دع عزراء إيش عرفك أصلا قبلها بسبع مئة سنة قال سفر أشعياء أنه هل عزراء وتحبله يا بختنا بكتابنا المؤدس يا روعة كتابنا وضقة تفاصيله ونبواته لأنه غالي وبتكلم عن الغالي وجايلنا من الغالي وكل كلامه غالي حاجة تالتة كمان نبوات خاصة بخدمة المسيح على الأرض إيه ده؟ كمان عن خدمته؟ هم ليه؟ يقولينك كتاب سفر أشعياء أصح واحد وستين روح السيدة الرب علي لأن الرب ومسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسري القلب لأنادي للمسبيين بالعطق وللمأصورين بالعطق نفسك كلمتين دولت راح الرب يسوع المجمع يوم السبت في له أربعة وهو قاعد له كل المجد جيه الخادم عزم على المسيح قال له ما تقوم تقول لنا حاجة طيب أقول إيه؟ راح بص بص النبوة هتتم زي الوقت الخادم بتاع المجمع دفع إلى المسيح سفر أشعياء راح المسيح فتح السفر وقارى نفس الأصحاح بس يعني أنا كنفسي بقى موجود يا أخ أفضل والرب يسوع بيقرى النبوة عنه هو وقارأها كنفسي سمع كده تتسجل وحطها في ويدنا سمعها اليوم كله أبطل أوعص وهو بيقرأ يقول روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين ورح قفل السفر وقعد بس أبن يقعد بص حوالي وقال لهم اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم اليوم مين فين هو دوت هو دوت اللي جاي اللي النبوة بتاعت الخدمة اتقلت عليه تمت عليه بالزبط ترجمة نانسي قنقر